هذا ومن ناحية أخرى رجحت تقارير محلية عراقية أن يتم أو تتم استعادة مدينة الموصل خلال الشهر أجري لكن مع اقتراب نهاية تنظيم الدولة الإسلامية وتقهقره في العراق تصعدت وبشكل ملفت للنظر وطيرة التفجيرات وأعمال العنف والتي طلت تحديدا العاصمة بغداد وأيضا غيرها من المدن العراقية الأخرى ما أصفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرح بالتزامن مع دخول معركة تحرير الموصل مرحلتها الحاسمة ووفقا للمعلومات الواردة من العراق وقعت ما لا يقل عن ست هجمات وتفجيرات في مدن صلاح الدين ونينوى والعاصمة بغداد منذ نهاية أبريل الماضي وبداية الشهر الجاري مما أصفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحة بالتالي هي عملية فقط لقتل عناصر القوى الأمن الداخلي هذه المرة العناصر المتمثلة بالمرور وبالتالي كان الهدف يراد أن تحصل عملية إرهابية في بغداد وأن تقول داعش أنها موجودة وأن لديها ما يسمونهم بالاستشهادين أي لديها انتحاريين لدينا معلومات أيضا عن تناقص كبير في عدد الانتحاريين لهذه العصابات وبالتالي موضوع الإرهاب اليوم هو يهدد كل العالم ليس بغداد فقط وحسب الإحصاءات الصادرة عن أمم المتحدة بلغ عدد القتل المدني العراقيين جراء التفجيرات وعمال عمف في أبريل الماضي ثلاثمائة وتسعة أشخاص إضافة إلى جرح ثلاثمائة وسبعة وثماثرين واستهدفت تلك الاعتداءات بشكل رئيسي مدن نينوى وبغداد وصلاح الدين من جانبه قال الدكتور الطائي أن الأجهزة الأمنية العراقية تقف على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة تصاعد التهديدات الإرهابية خاصة في المرحلة الحاسمة لمعاركة تحرير الموصل أنا عملنا كما أسلفت قلت لك بعض الدواعش انتشروا في مناطق آمنة سحبوا من الموصل من صلاح الدين من الأنبار من مناطق عديدة كانت في هذه العصابات موجودة وبالتالي نحن نراقب من خلال معدلات قتلاهم وأسراهم هناك مجموعة لا زالت مختفية ولكن كأجهزة أمنية وضعنا في الحساب كل الاحتمالات ووضعنا خطط لمواجهة أي طارئ كان اشتركوا في القناة